اشتركوا في القناة 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 دكتور شكدالي المتخصص في علم النفس الاجتماعي يعني كل واحد والعالم الخاص ومنعزل عن الآخر والوليدتنا ماجتماعيينش ماولش كيتقسموا معنا نفس الطبق ما Bill was بقوش كيتقسموا معنا الهاديث نادرا فشكي يجيوا ويقلسوا معنا الليلة كانوا محتاجين من طلب مادي أو غيره أو عندهم مشكل في المؤسسة التعليمية أو عندهم شيء مصلحة من الوالدين عاد كان نشوفهم تيقلسوا معنا وليدتنا فتقدناهم للأسف وكيما قلت درنا حملات لأنه يوقع تنمر وكيوقع تحرش يوقع إغواء هاد الأطفال جرهم الشبكات كيما قلنا دي المخدرات دي التجار في البشر وغيرها وبالتالي باش أننا تنام هاد الظاهرة دي الاختفاء دي الطفلات قاصرات هذي مسألة اللي خصنا نتابهولها والأسر تنتابهولها بشكل كبير هي كتكون عامل عديدة إما كتلقى الوالدين بجوج خدامين يعني طيلة الوقت كيكونوا مشغولين على الأطفال دي لهم احنا كنا عرفوا التحولات كتعرفة الأسر المغربية والطموحات دي لكل واحد فينا أنه يشتغل ويتطور من ذاته كنعطيوا وقتنا أكتر العمل أحيانا تنتسوا وليدتنا تنرجعوا في وقت متأخر من الليل كما قلت كتلقى الأم مشغولة بأعباء البيت الأب مشغول بالاهتمامات أخرى وكي يبقوا الوليدات وسطنا يعني ما تحضوش بالاهتمام لازم ما بقيناش كنسمعو الوليداتنا بزاف كل هشاشة الاقتصادية عامل أخسن نكون صراحة ونتكلموا عليه تفكك الأسري حالة دي الطلاق والتانامي دي لها لأنه مثلا نحن في مركز النجدة مني كتجي نسيدة مطلقة رأي ما كيتلقاش الزوج بوحدها كيتلقى هي ولدتها للأسف تجي مع أطفال في مقتبل العمر كتقول لك أنه أنا ما قدراش نهزهم بوحدي أنا ما قدراش حتى على نفسي فبالأحرى أنه يكون في الكنف ديالي أطفال مش يغل بغين حاجيات بغين حتى ديك الرعاية المعنوية بغين طرف آخر وبعض المختصين في علم النفس أو المهتمين بهذا العلم وتعلق بهذا السن بأنه الطفل أكتر سن كيكون محتاج للأب مثلا ربما هو أمو كتلبي ليدك الجانب العاطفي والحضور كده ولكن ديك الرمزية دي الأب حق ستكون لأنه كان لقوا كتير من السيدات اللي كتكون بوحدها في تحمل دي الأعباء دي الوليداتها كانت لقى بأنه أحيانا تتنفال الأمور من بني ديها وبالتالي حتى في الدعوة دينا وفي المذكرة دينا دي المدونة الأسرة تكلمنا بالنسبة دي الرعاية دي الأطفال تكون ديك رعاية المشتركة والتقاسم المشتركة دي الأعباء البيت ما نبقاوش أن الزوج يخليه العيب كله على الزوجة ما شي غير في ما يتعلق بالخدمات اللي كتقدمها هات الزوجة الوليدة دي لها والأسرة دي لها والزوجية لها ولكن حتى أعباء أخرى كتولي كتلقوا أغلب مثلا لقاءة دي الأباء في المدارج كتلقوا واحتمانين وتسعين في المياه لأمهات لحاضرين فيه مشاء الأباء كتلقوا مثلا الطفل عنده اهتمام بالرياضة كتلقى الأم تابعه التيران وتابعه يعني ملعب الرياضي ولا تابعه مثلا القاع رياضية فيه مشاء الأب واش تستقل على على أنه يكون حاضر احنا كان نقوله يعني أرفعوا القبعة للأباء لكي يكونوا حاضرين في هذه المسألة حاضرين فيما يخص الطربية وأنه ينتابه بشكل كبير لرعاية دي الأولاد إذن قلنا تحولت لكتعرفة الأسرة المغربية اقتصاديا واجتماعيا وتقافيا قلنا الهشاشة الاقتصادي عامل دي الفقر واللي يقولك يتنمى بشكل كبير عامل دي الطلاق والتفكك الأسري اللي بدك يتزاد بشكل كبير ولكن الخطر الذي يداهمونا بشكل كبير واقتحم بيوتنا وخلانا معزولين على بعض هاد السوشيال ميديا هاد تكنولوجيات الحديثة اللي امتصت واحد الوقت كبير من وقص ديال وليداتنا تبعت آخر تصريح الإيلون ماسك اللي هما ناس مبتاكرين ديال هاد العالم تيقول بأنه دي آخر دراسة كتقول بأنه ديك الجيمات وديك اللي كيقلب عليها المراهق في السوشيال ميديا عندها تأثير على الدماغ دياله تأثير على الشخصية دياله وبالتالي كي يبني عالم افتراضي عالم غير حقيقي لما تيجي الواقع دياله كي يصطادم وهنا كيبدأ السيراء وكيبدأ الهو وكرة التلج ما بين هاد الطفل المراهق وما بين والديه وبالتالي هنا ممكن نفتحوا الباب على مسرعه لجميع الإشكاليات والإكرهات كما قلنا ممكن هاد الطفل يتيه مننا ممكن يتعطى المخدرات يمكن يطحف شبكات اللي تقدر تسديه لواحد طريق اللي يقدر يجنيع للمستقبل دياله اشتركوا في القناة